تسببت الحرب في السودان بتفكيك الصناعة في البلاد وأثرت سلبا على القطع الزراعي الذي يساهم بـ 40% من أجمالي النتج المحلي ويوفر 80% من الوظائف في السودان بحسب الأمم المتحدة ويشكل البلح غذاء يوميا في السودان كما في الكثير من الدول العربية وهو حيوي بالنسبة للاقتصاد ويحتل سودان المرتبة السابعة على قائمة منتجي البلح في العالم إذ يوفر 460 ألف طن من كل عام وفق منظمة الأغنية والزراعة للأمم المتحدة وفي جميع أنحاء البلاد يعجز المزارعون والتجار عن الحصول على تمويل لتصريف بضاعتهم في الأسواق كما أن الشركات الصناعات الزراعية الكبرى توقفت عن العمل